أكدت مصادر حقوقية وفاة مختطف متأثرا بالتعذيب الوحشي عقب الإفراج عنه بأيام من سجون ميليشيا الحوثي وقالت المصادر إن المختطف ياسين صادقة توفي متأثرا بالتعذيب عقب أيام من الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل وكانت تقارير حقوقية أكدت وفاة 293 مختطفا مدنيا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات ميليشيا الحوثي في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ بداية انقلابها على الشرعية في سبتمبر ألفين وأربعة عشر